نشر الدكتور محمد بن حمد الشعيلي مقتطفات تاريخية عن علاقة السلطنة بجوادر تحت عنوان شذرات من تاريخ جوادر العمانية يعد اقليم جوادر اخر الممتلكات العمانية ما وراء البحار بعد انفصال زنجبار عن عمان وبعد فقدان ميناء بندر عباس على ساحل الخليج اولا الجغرافيا والاهمية اطلقت عليها عدة مسميات وهي جوادر غوادر جوادر جوادر والجوادر وكوادر وبندر جوادر وجيب جوادر وكواتر تقع في اقصى الجنوب الغربي لباكستان وتحت الموقع استراتيجيا مهما على بحر العرب فهي تمثل الجزء الساحلي لاقليم بلوشستان القريب من الحدود الايرانية وتبعد عن مدينة كاراتشي سبعمائة ميل تتألف مقاطعة جوادر من مدينة جوادر ومينائها بالاضافة الى ميناءين صغيرين احدهما في الشرق والاخر في الغرب وعدد من القرى الصغيرة ثانيا تاريخ جوادر العماني خضعت جوادر للتأثيرات البرتغالية منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي وبعد رحيل البرتغاليين خضعت للحكام المحليين في عهد دولة اليعاربة بدأ التأثير العماني يصل الى جوادر في عهد دولة البوسعيد اخذت جوادر تلعب دورا بارزا في الصراعات الداخلية العمانية مما مهد الحاقها بالسيادة العمانية اتخذ منها السيد سلطان بن احمد ملجأ له بعد خلافه مع والده الامام احمد بن سعيد عام 1784 ووجد ترحيبا من قبل بعض زعماء البلوش واهمهم ناصر خان حاكم كلات الذي منحه قطعة ارض على الشاطئ لكي تكونه قاعدة له بعد وصوله للحكم عام 1792 اتخذ السيد سلطان من جوادر قاعدة لحملاته على الساحل العربي المقابل واتخذ الكثير من التدابير للاحتفاظ بها تحت السيادة العمانية فارسل اليها قوة بقيادة يوسف بن علي وعينه واليا عليها ليعزز من سلطته في المنطقة اصبحت تعرف عمان بسلطنة مسقط وعمان وجوادر شهدت جوادر بعد السيطرة العمانية الكثير من التطور فتفوقت على ميناء باسني وجيونري بعد ان كانت اقل منهما ظلت محط انظار الكثير من القوى المحلية والاقليمية فتعرضت لغارات متكررة من قبل بعض الحكام المحليين والقبائل المجاورة كما تعرضت لهجمات خارجية من قبل الفرس والقواسم عندما شهدت عمان مظاهر الصراعات الداخلية بعد وفاة السيد ثويني بن سعيد عام 1866 ادى ذلك الى ضياع الممتلكات العمانية في الخارج ولم يبقى الا جوادر اتخذتها المعارضة العمانية مركزا لاسقاط حكم الامامة في عمان ولطالما استعان حكام البوسعيد بقبائل المنطقة في صراعاتهم الداخلية كانت الادارة العمانية لجوادر عملية صعبة وشاقة بسبب بعد المنطقة عن السلطة المركزية في عمان وانتماء سكانها الى اعراق متعددة غير عربية الاصل كما كانت المقاطعة مثار اطماء عدد من المناطق المجاورة فضلا عن رغبة بعض الحكام المحليين في السيطرة عليها وضمها الى املاكهم عانت جوادر من اطماء دول خارجية كبلاد فارس كما كانت تتأثر بالاوضاع الاقتصادية والسياسية في عمان وتقلباتها اصبحت جوادر الملاذ الآمن للعديد من الشخصيات العمانية في عهد دولة البوسعيد كان والي جوادر تابعا لسلطان مسقط مباشرة ويمارس عمله في مقره الدائم في القلعة التي كانت تعرف بقلعة الوالي في ظل السيادة العمانية على جوادر انتعشت الاوضاع الاقتصادية للمنطقة ازدادت اهمية جوادر في الستينيات من القرن التاسع عشر بعد قيام بريطانيا باتخاذها ممرا لخطوط البرق الممتدة من شبه القارة الهندية ورأس الخليج العربي وعقدت معاهدة مع السيد ثويني في ابريل عام 1868 تتيح لها مد خطوط البرق في عمان وتوابعها بعد توقيع معاهدة البرق تخلت فارس عن مطالبتها بجوادر كما تخلت عن مطالبتها بتسمية الساحل الممتد من جوادر الى الغرب منها بالساحل الفارسي بعد وصول الامام عزام بن قيس للحكم في عمان عام 1868 ارسل من ينوب عنه في حكم جوادر ولكن هذا الوالي اثار صخط السكان بسبب ميوله الدينية في عام 1871 تمكن عبدالعزيز بن سعيد بن سلطان من احتلال جوادر ونصب نفسه حاكما عليها بدلا من ابن اخيه سالم بن ثويني في عام 1872 استغل السيد تركي بن سعيد وجود اخيه عبدالعزيز في بومباي فتمكن من السيطرة مرة اخرى على جوادر حاول عبدالعزيز السيطرة على جوادر اكثر من مرة ولكنه لم ينجح وفي عام 1873 قبض عليه وتم نفيه الى الهند في عام 1881 قام السيد تركي بزيارة جوادر وقبل وفاته عام 1888 حاول فصل جوادر عن بقية املاكه ومنحها لابنه الاكبر محمد ولكنه لم ينجح في ذلك كان الوكيل البريطاني في جوادر تابعا للوكيل السياسي في مسقط والوكيل السياسي في كلاد حتى عام 1873 عندما اصبح الوكيل السياسي في جوادر تابعا لمفتش السد في كلكتا ثم الحق تبعيته عام 1877 للمقيم السياسي في الخليج العربي في بوشهر تعاقب على جوادر خلال الفترة من عام 1913-1958 عشرة ولاد عمانيين منهم ستة في عهد السلطان تيمور بن فيصل واربعة في عهد السلطان سعيد بن تيمور حرصت حكومة مسقط على تطوير ادارة الموانئ والجمارك في جوادر والاهتمام بالتعليم واقامة الكثير من المشروعات الاقتصادية بالتعاون مع بريطانيا ثالثا الانفصال في عام 1895 وجدت مقترحات لنقل جوادر من سلطان عمان الى حكومة الهند او خان كلات في عام 1903 طلب خان كلات معونة الحكومة البريطانية في استعادة جوادر لم يتم الاستجابة له من قبل الحكومة البريطانية وفي عام 1917 طرح الوكيل السياسي في مسقط فكرة بيع جوادر من قبل حكومة مسقط الى حكومة كلات كحل لمعالجة الوضع المالي المتدهور للسلطان تيمور بن فيصل بدأت قضية جوادر تظهر كمشكلة سياسية بعد استقلال باكستان عن الهند عام 1947 وتحركها لاستعادة الاقليم واخذت تمارس الضغط على السلطان سعيد لاستعادة الاقليم والذي كاد ان يتطور الى حد الصدام العسكري فاثر السلطان حل المسألة بشكل ودي دون دخول في صراع سياسي عسكري مع باكستان واخذت بريطانيا تلعب دور الوسيط بين عمان وباكستان ولكن بشكل متحيز للجانب الباكستاني رابعا اتفاقية عام 1958 انتهت السيادة العمانية على جوادر عام 1958 في عهد السلطان سعيد بن تيمور بعد اتفاق مع الحكومة الباكستانية برعاية بريطانية وفق الشروط التالية اولا دفع مبلغ ثلاث ملايين جنيه استرليني على ان يتم دفع مبلغ مليونان وسبعمائة الف وسبعمائة بالجنيه الاسترليني ويتم دفع الباقي بالدولار الامريكي ثانيا اذا اكتشف النفط في جوادر تحصل السلطنة على نسبة 10 في المئة لمدة 25 عاما ثالثا تقوم باكستان بازالة اي عوائق امام توظيف المواطنين الباكستانيين الذين يخدمون في مسقط وتستمر في مد مسقط بما تحتاجه من الارز والمساعدات الفنية رابعا من اراد من المواطنين المقيمين في جوادر ان يبقى تحت سيادة السلطان يسمح له بذلك خامسا اثار الانفصال تم تسليم جوادر الى الحكومة الباكستانية في الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر عام 1958 ولتخرج بذلك اخر ممتلكات الامبراطورية العمانية فيما وراء البحار ترتب على انتهاء السيادة العمانية على جوادر الكثير من الاثار الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية فقد ساءت حالتها كثيرا نتيجة خروج التجار العرب منها ونهاية التواصل التجاري بينها وبين مسقط وحدوث هجرات كبيرة من جوادر الى مسقط اشتركوا في القناة